نبدأ في الفيديو هذا نتكلم عن الإضاءة والإضاءة طبعا تنقسم إلى نوعين إضاءة صناعية وإضاءة طبيعية الإضاءة الطبيعية هي تكون الشمس والسماء أو الانفيروننت العام والخلفية للمشروع أما الإضاءة الصناعية فغالبا تندرج أو تنقسم إلى ثلاث أنواع في الغالب نوع أما تكون الإضاءة منتشرة في جميع الاتجاهات نسمو فيها إضاءة كروية أو بوينت أو سفير مصدر الضوء مش مهم كيف شكله المهم أن الإضاءة النتجة منها منتشرة في جميع الاتجاهات أو إضاءة لد أو إضاءة مخفية وهذه في بعض البرامج نستخدم فيها بالخامات وفي برامج ثانية ممكن نستخدمها بشيء اسمه مش لايت تقريبا أنك تحول المجسم نفسه إلى إضاءة ولكن هنا سنشتغلوها بالخامات كذلك هنا عندي الإضاءة الكروية أو إضاءة سفير لأنها منتشرة في جميع الاتجاهات بغض النظر عن شكل الأوبجيكت نفسه أو البلوك نفسه النوع الثاني إضاءة تكون مستطيلة أو دائرية أو مربعة وهي تكون متجهة في اتجاه واحد بس إلى الأسفل مثلا حسب شكل المتاع البلوك كذلك هنا ممكن إضاءة جي مستطيل أو لأنها متجهة في اتجاه واحد من فاشل حط لها بوينت أو إضاءة نقول أنها دائرية لا هذه في اتجاه واحد فهتكون إما دائرية أو مستطيلة حسب شكل المجسم نفسه نفس الشي هنا إضاءة مربعة أو مستطيلة هنا ستكون بوينت لايت مش لأن مصدر الضوء دائري لا لأن الإضاءة النتجة من البلوك هذا ستكون في جميع الاتجاهات فنستخدم لإضاءة بوينت أو إضاءة كروية فنوظف كل نوع إضاءة حسب شكل المصدر في نوع آخر معنا طبعا لهو الإضاءة اللي هو هتكون بهذا الشكل إضاءة فيها رسمة تضرب إلى الأعلى أو الأسفل أو اتجاه واحد يعني تكون الإضاءة فيها رسمة فالإضاءة الصناعية طبعا قبل ما نشتغلوها لازم زي ما اتفقنا في تجهيز المشروع إنك تكون موزع إضاءة منطقية في التصميم يكون التصميم أصلا مدروسة فيه مصادر الضوء عشان لما تحط الأنواع هذه تكون واقعية خصوصا في اتجاهات الظلال ففي من يفضل أن يبدأ بالخامات قبل أو الإضاءة قبل فأنا فضلت أن نبدأ بالإضاءة بشكل مبدئي لأنه في ارتباط كبير بين الإضاءة والخامات تنسيق بينها المهم فاللي نشتغلوه هنديرو إضاءة بشكل مبدئي نوزعوها بش نبدأ نشوفه بس الخامات ونحن نشتغلوه فيهن بعدين بعدين كاملو الخامات نرجعو نعدلو لمسات الأخيرة على الإضاءة من ناحية شدتها وألوانها فتوى في أي مشروع تبدأ تشتغل فيه إضاءة تبدير لأول شي تحليل تعرف شل مصادر الضوء اللي عندك عشان تعرف كيف توظف فعندنا هنا حنحطه سبوت لايت أو إضاءة سبوت متجهة للأسفل هنا لبلوك هذا حيكون إضاءة كروية أو إضاءة بوينت في جميع الاتجاهات عندنا ليد أو إضاءة مخفية كذلك موجودة تقريباً عند الستائر هنا في الأعلى حتى هي في إضاءة مخفية فهذين مصادر الضوء الصناعية اللي عندنا بالإضافة إلى مصدر الضوء هذا حيكون حتى هو بوينت لأن إضاءة متجهة في جميع الاتجاهات كذلك عندنا إضاءة من الخارج من الشبك إضاءة طبيعية من الخارج فهذين هنا مصادر الضوء بناءً على كمية الإضاءات وأنواحها في التصميم نبدأ توى ندير في layer أو collection مهم جداً تنظيم مشروعك هنا عشان تقدم سيطرة على كل شيء وعرف تعدل كل شيء وين مكانه تنظيم مهم جداً فهنمشي هنا لل scene collection هذا الأساسي ما نقاش تضغط على ال sketchup file لأنني لما نضيف collection أو layer هنا حينزل للداخل لا أنا نمسك ال collection الرئيسي الخارجي وحنجي هنا ونضيف ال add collection نبي نضيف طبقة جديدة باش نحط فيها الإضاءات الجديدة اللي أنا حنحطها أو اللي حنشتغلها فهنضيف add collection لو لقيت ال add collection هذي مش موجودة ممكن يكون الجهازك شاشة صغيرة فأسحب بس الشاشة شوي أو أسحب بعجلة حط الماوس هنا وأسحب بالعجلة هيكي حيجي معك حطينا collection هنا collection هذا هنقوله أن هذا خاص بال light هنحطه في الإضاءات فتوى قعد عندنا collection رئيسي اسمه light هذا يلم جميع أنواع الإضاءات نجمحهم فيه وأنا محدد collection light هنحط فيه جوة collection ال collection هذا هيكون للإضاءة البوينت وحنضيف collection ثاني حيكون لإضاءة الفازة هذي وحنضيف collection ثالث هنحط فيه إضاءة الاسبوتات وحنضيف collection رابع هنديرها rectangle light أو إضاءة مستطيلة جاية من الشباك عشان تساعد شوية في دخول الإضاءة الطبيعية وهكي حددنا الأنواع الإضاءات مثلا هنا حتدت تسمين كل واحد بتسميته حسب ما أنت تفضل في مشروعك فمثلا هنا هنسمي هذا مثلا بي عشان نعرف أنه هو متاع البوينت أو متاع الاثرية أنت ممكن تسميه بالاسم اللي تبين مهم تقد عارف كل مصدر ضوء أو كل collection شن مختص بأي مجموعة ثاني شي حندير collection ثاني حنسميه spot عشان نعرف أن هذا هو collection اللي فيه إضاءة الاسبوت بعدين بعدين مثلا هندير واحد اللي هو floor أو الإضاءة الأرضية اللي هي هذه وفرضا هنا أنا حنسمي هذا R اللي هو حيكون rectangle أو مستطيل خلف الشباك وقلنا التسميات أنت حرفيهن أنا بس مش عارف التسميات بالانجليزي فدرتها بالحروف أو حسب نظامي فاضلة فهذا اللي صار في البداية درنا collection اسمه light قاعد جواه مجموعة أنواع الإضاءات اللي عندنا أو الcollectionات ما زلنا ما حطينا شيء وهذا هو ملف مشروعي اللي هو المشروع نفسه نقدر نخفيه أو نظهره وفي الإضاءات نقدر نطفيهن ونطلحهن بعدين كيف نضيفه إضاءة إلى البرنامج فحاليا عندنا الخيار اللي اسمه كيرسر هذه وظيفتها أني نحطها في المكان اللي أنا أنا بننزل فيه الإضاءة يعني لازم نمسك الكيرسر ونحطها في المكان هذا فنقول لأني أنا أنا بنحط إضاءة في المكان هذا يعني أي حاجة أنا بننزلها كاميرا إضاءة غيرها لازم ناخذ الكيرسر ونحطها قبل المكان قبل ما نضيف إضاءة فحنحطها هنا وبعدين نرجع لأمر السلكت فعندك طريقتين لإضافة الإضاءات أما من Add لفوق حتجد Light وعندنا الأربع أنواع اللي حكينا عليه أو ثلاثة أنواع الPoint اللي هي إضاءة كروية أو Spot أو Area اللي هي مستطيل أو مربع أو دائرة Sun طبعا اللي هي الإضاءة الشامس بالنسبة للإضاءة المخفية قلنا حتكون بالخامات مش هتندرج تحت الأنواع هذين الاختصار للأمر Add هذا ممكن ندير Shift A Shift A ننزل هنجد أنواع أو أنواع الإضاءات لكن قبل ما نضيف أي إضاءة ما تنساش أنك تحطه الكرسر قبل في المكان اللي تب تحط في الإضاءة ثاني شيء تمسك اللي تب بالإضاءة ينزل فيه هنا مثلا درت الف هذا بحيث نقد عارفه أن هذا خاص بالإضاءة الأرضية هذه أو الفازة فحنحط الكرسر هنا ومساكة الCollection باش ينزل فيه وحندير Shift A بعد ندير Shift A أفتح قائمة نختار منها Light وهنا حنقول لإضاءة Point ليش Point لأن ينبي مصدر الضوء هذا منتشر في جميع الاتجاهات ما ينفعش نحط بسبوت هنا تمام حطيت أول مصدر الضوء نقدر نمسك أمر Move أمر تحريك وننزلها شوي من Z نمسك المحور الأزرق ما نمسكش من نص لأنه من نص حيحركها عشوائي Ctrl Z حنمسك من الأزرق وننزلها في منتصف المكان ننسقها بهذا الشكل لديت هذا أول مصدر الضوء حطيناه حتلاحظ أن F هذه نزلت فيها Point أوكي لو كنت تشايف أن الصقف مضايقك مش عارف التحرك في البرنامج أنا طبعا الصقف حطيته في SketchUp بدرت لخامة مختلفة بش لما نفصل بالخامات هي كاد مجسم بروحة فتقدر تمسكها هنا تحددها وتجي هنا تحط الماوس على الCollection وتدير Dot عشان يدير لك زوم عليه Dot اللي هي النقطة لجنب السفر للناس اللي عندهم كيبورد جانبي على اليمين متاع الآلة الحاسبة أما اللي ما عندهش ممكن من الكيبورد الثاني مش هيشتغل معه فممكن تغيره من هنا من View Frame Selected كليك يمين عليه وتدير لـ Change Shortcut بعد تدير Change حط أنت الدوت اللي عندك في الكيبورد متاعك المكان اللي اختصار لي تبقيه أما الناس اللي عندهم كيبورد على اليمين ما فيش مشكلة في الدوت لجنب السفر لما تحط الماوس هنا ودير دوت تدير لك زوم على الحاجة اللي أنت مسكها أوكي فنقدر تاوا نقول لو الله السقف هذا أخفيه من Viewport يعني من علامة الشاشة هكي يجد مغتفي عندي أما علامة الكاميرا هذه يعني في الرندر بعدين لما ندير الرندر مش هيطلع يعني لو خليتها بالشكل هذا سيكون مغتفي عندي هنا بس في الرندر بعدين سيطلع أما هكي ظاهر في المشروع عندي وطالع في الرندر بعدين هكي لا هكي طالع عندي هنا بس لو رندرت ستجد السقف مش قاعد أوكي هذه الفكرة منها طبعا هذا هو نفسه هيدن قريب من نفس فكرة الشاشة من Viewport بس الهيدن أخف شوي أسرع لأن كرت الشاشة يخفف علامة الشاشة هذه تخفف من الرام نقصة حتى من الرام أما هذه تخفيف مؤقت بس يعني وحدة هذه هتلقاء اسمها Hidden وهذه اسمها Disable تعطيل يعني إخفاء كامل تحتبر من الملف فحنستخدم هذه طبعا هنقدر نلغى لا Select أو لا فحنطفوه بس من الشاشة عشان نقدروا نشتغلو نحن مترين حين نمشي وتوى الثاني نوع طبعا نقدر توى نسكر هذا ونسكر هذا ونرجع لي Collection Light عشان نشوف نمشي تول المتاع البوينت أو إضاءة الثرية فإضاءة الثرية هنا هنتعمل معها بوضع مختلف شوي هنمسكوا اللمبات اللي في الداخل ندرول انتحديد طبعا كان نخامة واحدة في SketchUp تم نجسم واحد وبعدين ندير Slash اللي هي من الكيبورد الجانبي فوق الثمانية Slash هذه هتجيبها لك بروحها باش تقدر تتحكم تدير أو إخفاء الباقي المشروع باش تعرف التعامل معهم أوكي فslash هذه ترجع وتظهرها ونفس الشيء لو في الكيبورد عندك ما اشتغلش لو ما عندكش الكيبورد الجانبي في بعض اللابتوبات برضو من View هتمشي Local View عفوا والخيار هذا تديره وحط الاختصار اللي عندك اللي تبين الكيبورد مثلا حرف الضد أو شيء لو ما عندكش الكيبورد الجانبي عشان يشتغل معك Slash أوكي جبناهم بslash بالشكل هذا فتو هنمشوا للTub عشان نشتغلوهم من الأعلى فعندك هنا أما أنك تضغط على محور Z هذا هيجيبك من أو اللي عندهم كيبورد جانبي على اليمين يضغط سبعة السابعة اللي من الأعلى ما تشتغلش ما يصيرش منها السابعة اللي في الأعلى تسبب في مشكلة على فكرة أنها تضفي في جميع الكل اكشنات فما تستخدمش السابعة اللي من الكيبورد من فوق أوكي لو عندك جانبي أوكي ما عندكش اشتغل من هنا أضغط على علامة الزد الزرقة هيجيبك من التوب ثالث طريقة أنك تضغط على التوب فيو هذي طبعا هذا أدن إضافة نحن ثبتناها من قبل اللي هي اسمها آآ كي اتش آآ ثبتينها تختبر فلو ما قيتاش عندك معنا الأدن مش ثابت تنقر عليها هيجيبك على طول من التوب تمام جبنا المشهد من التوب نبنضيفه توا إضاءة طبعا حتى هذي هتكون إضاءة كروية وقلنا أول شي شنديره نمسكو امتاحها باش يقد كل الإضاءات امتعاتها في مكان واحد بعدين هنحط الكرسر عند أول وحدة في المنتصف في المكان اللي أنا نبي نحط فيه الإضاءة بعدين عندنا في الأعلى هنا لو ما يقيتش مثلا كان الشاشة عندك يمكن تسحب زي ما قلنا بالسكورل تحط الموس وتسحب نحتاجه أن نشغل وما سناب حنشغل عشان يمسك بالمغناطيس لما نحط إضاءة تمسك على طول في المجسم ونخلي على فيس توا هندير اما شفت اي او اد من فوق اد لايت بوينت نزل تماعي اول بوينت طبعا لما ننزل إضاءة وانا ما زلت ما زلت مسكها ما نقرت الشمي كان فاضي سيعطيني الاعدادات الخاصات بها هنا تولى لك علامة لامبة خضرة لو ما لقيتها معناها أنت محدد حاجة ثانية حتى بعدين لما تمسك كاميرا ستولى لك لامبة كاميرا علامة كاميرا هنا فالعلامة اللي باللون الأخضر هذه تعني اعدادات المجسم لانت ماسك او الوبجيكت عفوا لانت ماسك فلما نمسك اللايت هنا فيها بعض الاعدادات نقدر نغير لون الإضاءة نقدر نغير الشدة امتاعتها ونقدر نغير الريدياس نصف القطر فحننمش للريدياس هذا بس مؤقت وحنخلوه بوينت اثنين او عفوا بوينت واحد عشان نشوفوا حجم مصدر الضوء يكون باين عندنا او خلي بوينت سفر خمسة مؤقت او كي تمام وبعدين هنجوه ان شاء الله في اعدادات لما نبدو نضبط الإضاءة بعدين هنمسك امر توا ونبين ناخذ منها نسخة نبين نخذ نسخة من الإضاءة هذه إلى باقي الإضاءات فهنا عندك طريقتين للنصخ اما shift d او alt d هنشتغلوا بها توا هي alt d ليش alt d لأن النصخ بال alt d لما ننصخ حاجة بال alt d لما نعدل في وحدة من الإضاءات كل هني تعدلا اما لو نصخد بال shift d معناها حطيت إضاءتين كل تعدل في وحدة تعدلا كل ونحن طبعا نبو نبو تعدلا كل مرة وحدة لأن كل مصدر الضوء سنضع alt d سنسحب الى اللامبة الثانية ثم alt d سنسحب هنا بما أن يشغل snap ستجد الى التقط بروحي alt d ونضع هنا خلاص توا كملت الأربع إضاءات وزعت نضف snap snap ونخرج من top ننقر top view ونلغي هكي حطيت الأربع مصادر إضاءة سنمسك كل هن مش لازم تمسك من نص تقدر تمسك حتى الإطار الخارجي أو تمسك الخطوط متاح نادي يعني تمسك من المنتصف الإضاءة أو من الإطار الخارجي أو من الخطوط الخاصات بهم بعد نمسك هن هنا الثلاثة تحركت في هننزل هنا شوية في الزد عشان يجان في منتصف الضو بالشكل هذا هكي حطيت في كل مصدر يعني ما ننصحش أنك تجي هنا وتحط آآ وتحط كبيرة هكي مش هتمشي معك فتب تشتغل واقعي معناها نمشي مع الواقعية الواقعية تقول أن مصدر هو اللامبا فنحط إضاءة عند اللامبا فهذا طريقة صحيحة لتوزيع الإضاءة مزعجة شوي ومتعبة ولكن هذا الصح الطريقة الثانية مش هتكون خطأ لكن مش أي حتى تطلع معه هي تحايل تزوير واجد نحاول لو استخدمت إضاءات عشوائية تب تكون فاهم فيش قاعد تدير وإلا أخدم صحيح فتوا ندير نمشو توا للسبوت حنمسك ونمسك لسبوتات لأن السبوتات ديرهن بلون أصفر في سكيتشاب فجن كلهم مجسم واحد نفس الشي ندير لهم سلاش لو ما عندك سلاش فقدر من تمشي وتختار الخيار هذا هيجيب هلك بروح نمشو إلى نفس الكلام هيك يطلع عن معي الإضاءات نشوف فيهن أوكي نعود نفس الخطوات هنأخذ الكيرسر ونحط في منتصف أول وحدة بعدين Add Light هنا مش هنستخدم Spotlight هنستخدم Area هنقول لك ليش فهنجي هنا ونحط لها Area الarea هذه أول ما هنحطها هتنزل مستطيلة وقلنا أول ما ننزل أي مصدر ضوء يفتح لي لامبة هنا وفي إعدادات فهنا قال لك أنها هي نوع الإضاءة سكوير وهي مربعة فالشيب هذا غيرها إلى نبوها إضاءة دائرية بعدين عندنا حزم الدسك قال لك أنها يعني دائرة قطر الصيز اللي هو مش عارف النصف القطر أو القطر اللي هو القطر متاحها نقدر نخله بوينت واحد مثلا عشان تكون مقاربة لنفس حجم الضوء بوينت سفر ثمانية بوينت سفر تسعة أوكي تقعد مقاربة لنفس مصدر الضوء وحنجيبها في المنتصف حطيت أول وحدة نشغل تول سناب عشان يلتقط أو يلمس في الثانيات ونجيب الثانية وندير Alt D وانت تنقل بالAlt D لو تبت تحرك مش هتقدر التحرك فلازم تضغط Alt مثلا Alt مع شفت هيك تقدر التحرك أو Alt مع العجلة أو هنحاول لمسكها من جديد هندير لها Alt D وحنجيبها نحطها هنا طبعا تقريبي مش لازم مية في المية تتطبق معها نمشي للثالثة Alt D Alt D نجي هنا Alt D Alt D بالشكل هذا وزعت هن كل هن لهن سبع إضاءات أوكي تم عندنا فيه سبع إضاءات فتوى نطفي طبعا نتابع معي بالترتيب الخطوات هذين لأنه خلاص الاسناب مش محتاجين يلمس مش محتاجين ونرجع لل تحددهم كلهم لازم أي مصدر ضوء تحطه ما تخليش يلتصق بي المجسم لازم يكون نزل شوي عشان يولع أو عشان يشتغل فنزل من الزد شوي اوكي بالشكل هذا بحيث ما يكونش لامس أي مصدر ضوء تشتغله على مادة شغلك أو أي برنامج ثاني ما تخليش الضوء يلمس في المجسم دي ما خلي تحت عشان تضمن أنه يولع أو يشتغل نضغط طوى سلاش نرجع أو نمشي ونرجع من جديد هكي وزعت الاسبوتات اخر شيء معنا اللي هي إضاءة هندروها من شباك طبعا من شباك هنضيفه إضاءة طبيعية بس هنحطه معها يساعد أكثر في دخول الإضاءة فهنأخذ نفس الكلام هنأخذ كيرسر مثلا ونحطه هنا أو خلينا نحطه هنا مثلا في منتصف شباك Add Light Area حطيت مستطيل فتوى نبندير له تدوير 90 درجة عندك طريقتين أما تضغط R مثلا ودير المحور على محور مثلا X أو Y أو Z هذه طريقة طريقة الثانية من هنا تمسك التدوير وتأخذ المحور تحط الموس على المحور لتبي تدير التدوير عليه ولو تبي الزاوية تشوفها حتلقاها فوق هنا ركز معي فوق على اليسار تقدر تحرك الزاوية بالشكل هذا وتشوفها لو ضغطت كنترول وانت تحرك يقدر يثبت لك كل خمس درجات عشان يكون دقيق أكثر هذه الطريقة الثانية طريقة الثالثة أنك تفتح نفذة جانبية هنا وتمشي الـ في الـ في الـ ستلقى كل أدادات المجسم اللي أنت ضعيفة تقدر تقدر للك تحريك أو rotation أو في الـ X أو في الـ Z أو فأنا حنحركه في الـ X ناقص 90 لما نديره في الـ X ناقص 90 هيقعد عمودي حنسحب من الـ Y إلى الخارج شوي وطبعا نقدر نشتغل حتى بهذه هذه نخلي خارج الغرفة تمام حقيته في مكانه في المنتصف بشكل هذا وأنا ماسك طبعا حتى أولي لمبابلون أخضر لو كان مثلا مسكت المشروع هنلقى أصبح علامة مثلث يعني ماسك الملف وماسك الجدران أما نمسك الإضاءة هتولى علامة اللامبا أوكي فهنغيرها من هنا بدل أنها مربع هنقليها rectangle مستقيلة ليش rectangle بشعطيني X و Y نتحكم فيه طبعا هنتقدر تشتغل فيه بالـ scale أما تدير S مثلا X أو Y أو Z أو أو scale من هنا X Y بالشكل هذا أو من اعداداتها هو نفسها لما تغير rectangle تقدر تكتب أو تحط القيمة متاعها فهنخلي أكبر شوية من الشباك بالشكل هذا وخارج الشباك ونتأكد أني دير نقص 90 عشان يكون متجه سهمة للداخل لأنه مرات مثلا لو درت في X 90 هيكون معطي التصميم بظهرة يعني هيكون متجه للتشاهد ثاني فنتأكد أن القط متاعها متجه للداخل نقص 90 وهكي وزعنا كل الإضاءات الصناعية الملف هذا طبعا كل مشروع تشتغل سيكون في عدد إضاءات مختلف وأنواع مختلفة ولكن في مشروعنا هذا كان أنواع الإضاءات وزعنا point light داخل الثرية والإضاءة الأرضية والسبوت للثقف طبعا الاسبوت للثقف سيكون عندنا الدسك اللي حطيناه هذه هي الضوء الناتج أما مصدر الضوء نفسه هنديرولها إضاءة خامات بشي بن إنه هو مضيء لكن الخامات ما نحتمدوش عليها إنه هي مصدر أساسي للضوء هتكون ضعيفة في الظل وفي الحسابات فهي بروحها هنديرولها إضاءة بالخامات بحيث تبن إنه هي كأنها مضيئة ولكن تحت مصدر إضاءة من البرنامج هو المسؤول عن الإضاءة الفعلية اللي تنتشر في الفراغ كنترول اس أنقذنا الشغل إلى هنا طبعا هكي زي ما اتفقنا إنه وزعناها بشكل مبدئي هنرجع عليه في محاضرة جاية لهو تجهيز الإضاءة أو نضبط إعداداتها بدقة ما في فيديو هذا وزعناها بس بشكل مبدئي بعدين هنكمل في محاضرة لاحقة تجهيز الإضاءة أبسا